أصيب شرطي سري من قوات مباحث مركز شرطة أبو سوير بالإسماعيلية بطلق الناري أثناء ضبط عناصر إجرامية هاربة من سجن أبو زعبل وعلى جنب آخر قتل خمسة من العناصر التكفرية وضبط ستة آخرون من المشتبه فيهم في حملة أمنية مؤسعة بالعريش والشيخ زوايد ورفاح كما صفرت الحملة عن تدمير 59 بؤرة إرهابية من العشاش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الأمن وقال رئيس الأزراء المهندس إبراهيم محلب إن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل وذلك بعد انتهاء التشكيل الوزري المقرر له في مطلع الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة